اهلا بكم حبايبي تلاميذ الصف الرابع فاكرين في درسنا اللي فاتي التحدي اللي قابلنا في جزء فكر؟ التحدي وقتها كان عاوزنا نحاول نحسب المحيط ومساحة المصار اللي مشيه النمل الناري وهو بيدور على الأكل ساعتها قلتلك اننا هنتعرف أكتر على مدار دروسنا عن تحديات ممتعة مرتبطة بوحدة المساحة والمحيط احنا درسنا عن المحيط ومساحة المستطيل والمربع في الدرس الأول وفي الدرس الثالث اعتمدنا على فهمنا القوانين المحيط والمساحة علشان نجيب عدد مجهول أما في درسنا النهاردة الدرس الرابع الأشكال الهندسية غير المنتظمة اللي هنركز فيها على دراسة محيط ومساحة الأشكال الهندسية المركبة ونشرح ايه الاستراتيجية اللي هنستخدمها للحل بس الأول لازم نسأل نفسنا سؤال هو يعني ايه شكل مركب؟ الشكل المركب هو شكل هندسي مكون من أشكال هندسية بسيطة زي المربعات والمستطيلات وعلشان نفهم أكتر المقصود بأشكال مركبة هنبدأ في جزء استكشف في كتابنا صفحة 180 اللي ظهر قدامك دلوقتي على الشاشة لعبة شيقة اسمها أشكال جديدة ومختلفة أنا هقول لكم لعبتها ازاي مع زمايلكم في الفصل عني بدأت ووزعت على زمايلكم كروت كل واحد منهم أخد كرت وكل كرت كان فيه شكل هندسي مستطيل أو مربع وطلبت من كل واحد من زمايلكم يقص الشكل من الكرت ويحسب مساحته ومحيطه وبعد ما خلصه بدأنا نضم كل شكلين جنب بعض علشان نكون منهم شكل مركب وكان مطلوب منهم يحسبوا محيط ومساحة الشكل الجديد اللي تكون لما ضموا الشكلين لبعض تعالوا بينا نشوف هم فكروا ازاي وعملوا ايه أول حاجة يا زمايلكم زياد كان معاه الكرت رقم واحد فيه مستطيل أبعاده 2 سنتي و8 سنتي زي ما انتو شايفين كده علشان يحسب المحيط والمساحة فبدأ يحسب المحيط الأول احنا درسنا قوانين المحيط والمساحة قبل كده ممكن يقول 8 زائد 2 زائد 8 زائد 2 أو يستخدم القانون اللي احنا قلناه محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض ونضربهم في 2 الطول زائد العرض اللي هو 8 زائد 2 هيساوي 10 و10 في 2 هتساوي 20 وهو ده محيط المستطيل طب علشان يحسب المساحة هيستخدم طبعا قانون المساحة اللي بيقول ان المساحة بتساوي الطول في العرض المساحة بتساوي الطول في العرض واحنا عندنا الطول 8 والعرض 2 تبقى المساحة بتاعتنا 16 سنتيمتر مربع اما زملنا التاني معاز كان معاه الكارت رقم 3 والكارت رقم 3 كان موجود فيه مستطيل ابعاده 2 سنتي و5 سنتي الطول والعرض علشان يحسب المحيط طبعا بدأ بالقانون بتاع المحيط اللي هو عندنا 2 طول و2 عرض او الطول زائد العرض في 2 فجمع 2 زائد 5 7 و7 في 2 هيدينه 14 وعلشان يحسب المساحة ضرب الطول في العرض يعني اللي 2 في 5 هتساوي 10 سنتيمتر مربع طيب بعد كده زياد ومعاز ضموا الشكلين على بعض وكونوا شكل مركب واداني الشكل اللي قدامي ده ادي المستطيل الاولاني وادي المستطيل التاني فكروا دلوقتي ان هم يحسبوا المساحة والمحيط بتاع الشكل الجديد اللي تكون علشان يحسبوا المساحة بتاع الشكل الجديد طبعا ما فيهاش مشكلة لانها عبارة عن مجموع مساحة الشكلين الشكل الاولاني والشكل التاني الشكل الاولاني كانت مساحته 16 والشكل التاني كانت مساحته 10 ولما جمعوا 16 زائد 10 ادينا 26 سنتيمتر مربع وهو ده قانون المساحة اللي هم استخدموه مساحة الاول ومساحة التاني وجمعوهم والداني مساحة الشكل كله بس لما بدأوا يحسبوا المحيط لقوا انهم ممكن يحلوا غلط لو جمعوا كل الابعاد بتاع الشكلين لان كده بقى فيه ضلع داخلي اللي هو الضلع ده الضلع الداخلي ده المفروض ما يتحسبش في محيط الشكل المركب اللي قدامنا ده فحسبوا المحيط انهم جمعوا الاضلاع الخارجية ازاي؟ محيط الشكل قالوا هيساوي اول حاجة الضلع دوت مش هنحسبه وهنحسب الاضلاع الخارجية بس اللي هو ايه؟ اللي هو 5 و 8 و 2 و 8 و 5 و 2 فطلع المحيط بتاعي 30 سنتيمتر بعد ما حلو بدلت الشكلين بتوعهم والشكلين بتوع زميلهم لما اديت الشكلين دول لزميلهم وطلبت منهم يكونوا شكل مركب جديد ضموا الشكلين لبعض بس بشكل مختلف فطلع الشكل اللي عندي بالشكل ده ادي المستطيل الاولاني ودي المستطيل التاني يحطوه بالشكل ده وبرضو لما جوهم يحسبوا المساحة والمحيط كانت المساحة بتاع الشكل الجديد عبارة عن مجموع مساحة الشكلين فجمعوا مساحة الشكل الاولاني ومساحة الشكل التاني بتاعي كانت مساحة الشكل الاولاني عندي اللي هي 16 ومساحة الشكل التاني 10 وجمعوا المساحتين فطلعت 26 سنتيمتر مربع ولما جوهم يحسبوا المحيط فهيبدأوا يجمعوا الاضلاع الخارجية بتاع الشكل يعني هنجمع الاضلاع الخارجية ازاي الضلع اللي جوه ده مش هنحسبه معنا وتعالوا نجمع الاضلاع الخارجية مع بعض عشان هحسب المحيط بتاع الشكل فهكتب كده محيط الشكل هيساوي هاخد من اول الضلع ده اللي هو خمسة يبقى خمسة زائد الضلع ده اتنين زائد الضلع ده كله تمانية زائد الضلع ده كده اتنين زائد الضلع اللي هنا تمانية زائد الضلع اللي هنا تلاتة زائد الضلع اللي هنا اتنين والمجموع هيساوي تلاتين سنتيمتر ده كده محيط الشكل بتاعنا ويوعى تنسى ما تحسبش الشكل اللي جوه او الضلع اللي جوه ده اعتقد دلوقتي ان لو حد ما كانش قدر يحل سؤال التحدي في الدرس اللي فات هو دلوقتي يقدر يحله ولو لسه محتاجين تتأكدوا من اللي فكرتوا فيه تعالوا نزود من فهمنا اكتر للاشكال المركبة بس ده هيكون من خلال جزء تعلم في كتابنا في صفحة 181 وفي الصفحة دي مدينا شوية اشكال هنحلل الاشكال المركبة اللي هو من دهالنا ونحسب المحيط والمساح هناخد المسائل رقم واحد واثنين وثلاثة نطبق عليهم لانهم مرتبطين ببعض فتعالوا نشوف في رقم واحد هيطلب مننا نحلل الشكل ازاي وازاي نحسب المحيط والمساح ده الشكل اللي هو مدهولنا في السؤال رقم واحد وعلشان نحلل الشكل ده مدينا الابعاد بتاعتنا هنا في الشكل هنا 24 وهنا 18 والبعد اللي تحت ده 11 وده 12 و13 وده 6 متر عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا البعد دوت لما يكون 6 متر يبقى البعد اللي اقصاده هنا زيه بالزبط 6 متر تمام البعد هنا ده كله 18 احنا خدنا الجزء ده بس 12 يبقى الجزء ده 6 يبقى الـ 18 دي بتاع البعد البعد اللي هنا كله طيب الجزء اللي هنا 11 والجزء اللي هنا 13 هم بيدونا الجزء اللي هنا نفس الطول اللي هنا اللي هو 24 طيب في ايه تاني عايزين نحسبه لو حبينا نحسب مساحة الشكل المركب ده الشكل ده هيبقى عبارة عن مستطيلين هقسمه المستطيلين مستطيل كبير اللي هو المستطيل اللي هنا ده هتبقى ابعاده عبارة عن 24 طول و 6 متر عرض نحسب مساحة المستطيل اللي فوق وبعد كده نحسب مساحة المستطيل اللي تحت اللي ابعاده 11 و 12 وبعد كده نجمع مساحة الشكلين هيديننا مساحة الشكل المركب تعالوا نشتغل مع بعض اول حاجة مساحة المستطيل الاول هتساوي المستطيل اللي احنا قلنا عليه فوق ده ابعاده 24 و 6 يبقى هنضرب 24 في 6 تعرف تضرب 24 في 6 هتبقى بكام لو مش قادر تضربها لحد دلوقتي ممكن نحلل اللي 24 طب نحلل اللي 24 ازاي اللي 24 دي عبارة عن 20 زائد 4 ودول مضروبين في 6 علشان نحلل ونضرب في 6 يعني هنضرب ال 6 في 20 او اضرب ال 6 في 2 وبعد كده حط الصفر ال 6 في 2 في 12 والصفر بتاعنا ينزل في الأحيات وال 6 في 4 في 24 وبالتالي المساحة بتاعة المستطيل الأول هتبقى 144 متر مربعة تعالوا نحسب مساحة المستطيل الثاني اللي هو تحت دا احنا دلوقتي عندنا مستطيل أبعاده 12 و 11 متر تقدر تحسب المساحة ايوه هنضرب الطول في العرض طيب تعالوا نكتب كده مساحة المستطيل الثاني هتساوي احنا عندنا بعد 12 وبعد 11 طيب لو انت مش قادر تدرب ال 12 في 11 ممكن تحلل اي عدد فيهم يقيم ما نحلل ال 12 يقيم ما نحلل ال 11 لو حللنا مثلا ال 11 ال 11 عبارة عن ايه ال 11 عبارة عن 10 زائد 1 وهنا بضرب ال 12 في دول يبقى مرة هضرب ال 12 في 10 ب120 وال 12 في 1 ب12 و 120 زائد 12 هتكون 132 متر مربع ده كلام جميل تقدر بقى تحسبلي المساحة الكلية للشكل كله أكيد هتقدر تحسب المساحة الكلية هتجمع المساحتين اللي طلعوا عندنا اللي هي 144 و 132 تعالوا نقوله هنا كده مساحة الشكل هتساوي الشكل الأولاني كان 144 الشكل الثاني كان 132 يبقى الناتج بتاعهم هيكون 276 متر مربع وكده حسبنا مساحة الشكل دلوقتي فاضل عندنا نحسب المحيط بتاع الشكل وعلشان نحسب المحيط زي ما اتفقنا قبل كده هنجمع الأضلاع الخارجية يعني الضلع ده مش هنحسبه معنا طب تعالوا نجمع مع بعض ونمشي على الأضلاع الخارجية بتاع الشكل علشان نحسب المحيط نكتب هنا كده محيط الشكل أنا عايزك تكتب ورايا في الكتاب تعالوا نبدأ مع بعض أول حاجة هنبدأ بالضلع ده الضلع ده 6 بقى عندي 6 زائد الضلع ده كده 24 زائد الضلع ده كله 18 زائد الضلع اللي هنا 11 زائد الضلع اللي هنا 12 زائد الضلع اللي هنا آخر ضلع عندي 13 ويوعى تحسب الضلع اللي جوه الناتج بتاع المجموعة بتاع الأطوال دي كلها هيطلع 84 سنتيمتر وبكده نكون حللنا الشكل لمستطيل فوق ومستطيل تحت وحسبنا مساحة كل واحد فيهم وجمعنا المساحتين ده نمساحة الشكل كله وبعد كده حسبنا المحيط بتاع الشكل ممكن حد تاني يفكر بطريقة مختلفة علشان يحسب مساحة الشكل المركب ده أو المحيط تعال نشوف ممكن نفكر ازاي ادي المستطيل الاولاني ودي المستطيل التاني طيب علشان نقسم المستطيلين دول الاول محطوط عليهم الأبعاد اللي موجودة عندي في الكتاب دي كل الأبعاد طيب هنقسمه ازاي هنروح قسمين الشكل لمستطيل على اليمين ومستطيل على الشمال المستطيل اللي احنا قسمناه على اليمين كانت أبعاده 11 و 18 أما المستطيل اللي على الشمال كانت أبعاده 13 و 6 تعالوا نحسب مساحة كل شكل فيهم وبعد كده نجيب المساحة الكلية للشكل المستطيل الاولاني علشان نحسب مساحته هنضرب الطول في العرض ونكتب هنا مساحة المستطيل الاول هتساوي فاكر الطول والعرض كانوا كام ادي الطول بتاعنا اللي هو 18 وادي العرض بتاعنا 11 يعني اقدر اكتب 18 في 11 طيب علشان تضرب 18 في 11 عارف هتعمل ايه ممكن تحلل 11 ل10 زائد 1 وال18 في 10 ب180 دي سهلة وال18 في 1 ب18 وبالتالي تقدر تجمعهم والنتجة يكون 198 بس اوعى تنسى 198 متر مربع تمام تعالى نجيب دلوقتي جبنا مساحة المستطيل اللي علي مين تعالى نجيب مساحة المستطيل التاني اللي على الشمال اللي ابعده 13 متر و 6 متر نكتب مساحة المستطيل الثاني هتساوي هتساوي الطول بتاعنا 13 العرض بتاعنا 6 هتقدر من خلال التحليل ان انت تجيب ناتج ال13 في 6 يعني ال13 دي هتبقى عبارة عن 10 زائد 3 وبعد كده لما نضرب ال6 في 10 يدينا 60 وال6 في 3 ب18 وهيكون الناتج بتاعنا 60 زائد 18 78 وهو هتنسى ان المساحة بنقسها بالمتر المربع جبنا مساحة المستطيل الاولاني والمستطيل التاني نقدر نجمع المساحتين مع بعض يبقى اقدر اقول له هنا كده مساحة الشكل هتساوي المستطيل الاولاني كان 198 المستطيل التاني كان 78 ولما اجمع ال198 زائد 78 هيديني 276 وافتكر ان هي هي المساحة اللي احنا جبناها في اول مرة طب تعالوا دلوقتي نحسب المحيط زي ما اتفقنا علشان نحسب المحيط بنجمع الاضلاع الخارجية للشكل ما بنخشش جوه الشكل يعني ايه ما بنخشش جوه الشكل يعني ما لناش دعوة بالضلع ده ولا الضلع ده هنمشي على الاضلاع من برا تعالوا نمشي على الاضلاع من برا نكتب هنا كده محيط الشكل هيساوي تعالوا مع بعض اول ضلع عندنا 6 زائد الضلع التاني 13 زائد الضلع اللي بعد كده 11 زائد الضلع اللي بعد كده 18 وبعد كده 11 وبعد كده 12 وبعد كده 13 وده اخر ضلع وبالتالي هقدر اجيب ناتج المحيط اللي هو 84 سنتيمتر كويس جدا طب هل تقدر تفكر بطريقة تانية تعالوا نعمل حاجة مختلفة مختلفة شوية الحاجة المختلفة اللي احنا هنعملها ان احنا ممكن الشكل اللي عندي ده الشكل المركب اكمل المستطيل بتاعي علشان يكونلي مستطيل واحد يعني اكمل الضلع ده كله علشان يكونلي مستطيل زي ما انا شايف كده ابعاد المستطيل ده هتبقى زي ما احنا شايفين لو انت فاكر ابعاد المستطيلات اللي عندك هتقدر تجيب ابعاد المستطيل الكبير اللي احنا كوناه ده الابعاد بتاعته هتبقى 24 و 18 لان ده 18 عرض واللي 24 هو الطول كويس جدا طب نقدر نحسب ايه؟ نقدر نحسب مساحة المستطيل الكبير ان انا اضرب الطول في العرض طب وبعدين اعمل ايه؟ لما احسب مساحة المستطيل الكبير وانا عايز مساحة المستطيل باللون الازرق دلوقتي هطرح منهم مساحة المستطيل اللي باللون الابيض طب تعالوا نمشي خطوة خطوة ونشوف هنعمل ايه؟ يلا هنجيب هنا مساحة المستطيل الكبير هيساوي اتفقنا ان الابعاد بتاع المستطيل الكبير 24 و18 يبقى نضرب 24 في 18 وتقدر تضربها باستخدام التحليل زي ما اتفقنا قبل كده والناتج بتاعك هيكون 432 متر مربع ده كده مساحة المستطيل الكبير وفيه مسطيل الجديد الكوّن اللي هو تحت باللون الابيض ده ابعاده 13 و12 نقدر نحسب المساحة بتاعته وهنقول مساحة المستطيل الصغير هيساوي 13 في 12 طب 13 في 12 بكام؟ هنقدر نحلل الاعداد ونحسب المساحة المساحة 13 في 12 هتكون بمية ستة وخمسين وطبعا متر مربع طب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ احنا عايزين نحسب مساحة الشكل الاصل اللي عندنا يبقى هنطرح مساحة المستطيل الكبير ناقص مساحة المستطيل الصغير وبالتالي مساحة الشكل بتاعنا هتكون عبارة عن ايه؟ هجيب مساحة المستطيل كله الكبير اللي احنا جبناها اللي هي 432 قادي 432 هنطرح منها مساحة المستطيل الصغير اللي هو 156 والناتج هيكون لما نطرح 432 ناقص 156 هيكون 276 وعايز اقولك على حاجة هي دي نفس المساحة اللي احنا جبناها برضو قبل كده لكن بطريقة مختلفة وعلشان نحسب المحيط هنجمع الابعاد الخارجية بتاعة الشكل كله وهيطلع نفس المحيط عندنا اللي هو 84 أما عن ملاحظاتنا أكيد خدتوا بالكم أنه بالرغم من طرق الحل والتأسيمات المختلفة اللي عملناها في الشكل الأصلي فضلت المساحة سبتة زي ما هي في كل مرة كل مرة كان بيطلع لنا المساحة بتاعة الشكل 276 متر مربع لأن الشكل هو هو ونفس الكلام مع المحيط فضل 84 في كل مرة وده لأن التأسيم اللي كنت بقسمها للشكل ما كانتش بتأثر على أطوال أبعاده الخارجية بعد ما وضحت لكم كل الطرق اللي ممكن نحلل بيها الشكل في المثال اللي فات تقدروا تطبقوا الكلام دا على باقي التدريبات في جزء تعلم اللي موجود عندكم في الكتاب في صفحة 182 و 183 لأنها على نفس النمط هسيب لك وقت تطبق فهمك على رقم خمسة وتقسم الشكل بأبسط طريقة بالنسبالك علشان تحسب المساحة والمحيط مش محتاج تأسيم وبعد ما تخلص نرجع نتناقش طبعا في رقم خمسة في طرق كتير لتأسيم الشكل وفي كل الحالات زي ما اتفقنا المساحة سابتة والمحيط سابت طب تعالوا نشوف كده هنقسمه ازاي او أبسط طريقة هنقسم بيها الشكل ازاي قادي رقم خمسة قدامي أبسط حاجة ان انا أقسم بيها الشكل هروح راسم خط هنا كده بحيث يقسم لي الشكل لمستطيل كبير أبعاده خمسة وسبعة ومستطيل صغير أبعاده اتنين وتلاتة ممكن حد دلوقتي يسألني سؤال ويقول لي يا مستر هو انت جبت السبعة منين تعال اما اقولك حسبنا السبعة ازاي احنا عندنا البعد ده اتنين يبقى فيه اصاده بالضبط اتنين والبعد ده تلاتة يبقى الحتة دي او الجزء ده تلاتة والجزء ده كمان تلاتة والبعد ده اتنين يبقى البعد ده اتنين وبالتالي البعد ده كله هيبقى عبارة عن اتنين زي التلاتة زي دي اتنين يعني 7 سنتيمتر كويس جدا طب تعالوا نحسب بقى المساحة عشان نحسب المساحة هنجيب مساحة الشكل ده والشكل ده اللي هو المستطيل الكبير والمستطيل الصغير مساحة المستطيل الكبير كانت عبارة عن 5 في 7 5 في 7 الناتج بتاعها طبعا 35 بالسنتيمتر المربع المستطيل الصغير أبعده 2 و 3 يبقى هضرب 2 في 3 هيديني 6 سنتيمتر مربع وعلشان أحسب المساحة الكلية بتاعت الشكل يبقى هقول المساحة الكلية هتساوي هجمع المساحتين دول اللي هي 35 زائد 6 هنجمع 35 زائد 6 والناتج بتاعنا هيكون 41 سنتيمتر مربع أما المحيط علشان نحسبه وهنجمع الأضلاع الخارجية للشكل وبكل سهولة نقدر نحسبه هنكتب هنا المحيط بتاعي هيكون اللي هو البي بتساوي تعالوا نبدأ من الضلع اللي هو 5 سنتي ده يبقى هنمشي كده 5 وبعدين الضلع ده 2 يبقى زائد 2 والضلع ده 2 وهنا 3 وبعد كده 2 وبعد كده نزلنا 2 وبعد كده مشينا الضلع ده 5 وآخر حاجة الضلع اللي هو 7 لما نجمع الأطوال دي كلها هيكون الناتج 28 سنتيمتر كويس جدا في جزء فكر في صفحة 184 بيسألكوا سؤال عن أسهل جزء بالنسبة لكو في مسائل الأشكال المركبة وإيه أصعب جزء هسيب لكو وقت كل واحد يكتب رأيه في كتابه بعد ما كتبتوا إجاباتكم تعالوا بقى دلوقتي ننتقل لجزء التدريب في كتابكم في صفحة 184 و 185 في مسألة رقم 1 مش هتختلف المساحة في أي تجميع للشكلين لأننا هنجمع مساحة الشكلين كل شكل الوحد الشكل الأولاني أبعده موجودة 3 و 7 والشكل الثاني 10 و 2 علشان نحسب مساحة الشكلين مع بعض هقوله كده إن المساحة بتساوي الإيه بتساوي 3 في 7 زائد المساحة بتاع الشكل الثاني 2 في 10 وطبعا أنا عارف إن 3 في 7 21 واللي 2 في 10 20 ولما نجمع 21 زائد 20 هيكون المساحة الكلية بتاعت الشكل 41 سنتيمتر مربع أما المحيط هيختلف من واحد للتاني لأننا ممكن ندمج الشكلين مع بعض بطرق مختلفة وعلى حسب طريق الدمجة للشكلين هتجمع الأطوال الخارجية وتحسب المحيط دلوقتي تعالوا نروح للمسألة رقم 2 اللي موجودة عندنا في صفحة 185 ونشوفها نحلها إزاي مع بعض تعالوا نحلها على البورد في الشكل زي ما إحنا شايفين لو عايزين نحسب مساحة الشكل المركب كله هنجمع مساحة الشكلين مع بعض الشكل ده والشكل ده يعني إيه؟ الشكل ده أبعاده 9 و 8 فعلشان أجيب مساحته هضرب 9 في 8 هجمعها مع مساحة الشكل التاني اللي أبعاده 12 و 2 يعني هضرب 12 في 2 ولما أحسب مجموع المساحة دي والمساحة دي الناتج هيكون 96 سنتيمتر أو متر مربع تعالوا بقى نحسب المحيط ونمشي على الأضلاع الخارجية زي ما اتفقنا بس هنلاحظ إن فيه أضلاع عندي مجهولة زي إيه؟ زي الضلع ده مثلا مجهول هقولك هو مش مجهول هو هنا الضلع اللي أقصاده المقابل ليه 8 متر يبقى الضلع اللي هنا هو كمان 8 متر لكن فيه جزء هنا أنا مش عارفه طيب علشان أجيب الجزء اللي هنا ده اللي أنا مش عارفه تعال أم أقولك على حاجة البعد ده كله زي البعد اللي هنا يعني 9 متر كله طيب لما يكون كله 9 متر أنا خدت منه جزء 6 والجزء ده بـ 2 متر زي الجزء اللي هنا يبقى الجزء اللي فاضل هيبقى كام؟ هيبقى 1 متر وبالتالي دلوقتي أقضي رحسب المحيط بكل سهولة أن أنا هجمع الأضلع الخارجية كلها هبدأ من الضلع اللي هو 8 يبقى أقول 8 زائد 6 زائد 12 زائد 2 زائد 12 زائد 1 زائد 8 زائد 9 ويكون ناتج المجموع بتاع الأرقام دي كلها 58 متر بنفس الطريقة تقدر تحل مسألة رقم 3 هتجمع مساحة الشكلين وتحسب الأضلع الخارجي كده نكون خلصنا درسنا النهاردة وعايز أفكركم بالحاجات اللي احنا خدناها في درسنا النهاردة في درسنا النهاردة أهدافه كانت بتركز على حساب محيط ومساحة الأشكال المركبة سواء كنا بنجمعها أو بنحللها واللي اتحققت من خلال الأنشطة والمسائل اللي حلناها تقدر كمان تتحقق من فهمك من خلال عمل اسكان للكود اللي موجود قدامنا على الشاشة أو اللي موجود في كتابك صفحة 180 بكده نكون خلصنا درسنا النهاردة أتمنى أنتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس واستمتعتوا معايا بدرس النهاردة شكراً لكم ونتقابل في الدرس الجديد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة